مرحبا بالجميع لا تنسوا الاشتراك والضغط على جرس والاعجاب بالقناة شكرا جزيلا لكم بالنسبة اخواتي الاول حاجة نبدأ بها يعني نجاوبكم السؤال اللي تكرر عليها بزاف هو شحال خلص التليفون كمانكم شوفو التليفون اسمه اوبو رينو 5 يعني رينو 5 هاد الهاتف كنت خلصته يعني بثمن اه لي هو ستملايين ومئتين وتسعين الف خلاهو لقصية ستملايين ومية وغني خلصه على دفعتين تليفون اللي كان عندي هو هاد اللي راح في الصورة كوندور بلوم بيويت يعني كنت شريتها سنة تقريبا 2014 هكا كان عادة كدخال جديد كنت خلصته الله اعلم بتلتة ملايين وشوية هكا ما عقلتش حال شوية اللي فوق تلتة ملايين لكن كنت خلصته تلتة ملايين وشوية في داك الوقت لكن دورك ما هومش كينين رام انغيبتور رادخل الكوندور بلوم بيويت برو يعني البرورة بزاف شباب اخواتي بالنسبة للكاميرا تاعها كانت قديلة بالنسبة لي انا لاني نصور ونخدم به فكانت الكاميرا الامامية فيها خمسة فقط والخلفية فيها تلتة عشر بالنسبة لأوبو تاعي جديد في الكاميرا الامامية في هذا السيلفي فيها تلتة وثلاثين والخلفية فيها ربع وستين اضافة الى اربع كاميرات اخرى والفلاش واليزومسيون وحدة اخرين المهم اخواتي كان هذا بالنسبة للجواب اللي بغيت نجاوبكم واللي سألوني بزاف على التليفون تمنى ان شاء الله كنت ولقيتوا الاجابة اما بالنسبة للفيديو التالي فغاديكم في واحد الحماس والنشاط وكيما اسبقني وقلت لكم ان الكوزينان يدخل عليها عدرس اخواتي ترتيب وتنظيف وغيره وغيره المهم الشيء بالنسبة للفقرة اللي كانت عجبتكم اللي كنت ادرجتها مؤخرا اللي هي فقرة التعليقات ما زالني متوصلة معها وان شاء الله غادي نفوتوا لها بحول الله بعد قليل لكن قبل ذاك الشيء بغيت نشاركهم شارعاني ندير والشمار نيش ندير بالنسبة للشمار نيش ندير مكاج هني ندير مهم قاعدة غير مع الشقاء وكل شيء كيما كنت شوفوا بالنسبة للأواني كنتش بتقال الأواني تعيلي في البلاكار كيما قلت لكم وليليمون كانت غسلتهم بنتي وكل شيء وقاعدة نتريي فيهم بالنسبة لأخواتي الأواني كيما تعرفوش هر رمضان كمله وكل شيء يعني اللي سيرفيس كنتش نحتاجو هادوكلي سيرفيس ديما على اليد فحاولت أنني نقص لا شارج بما أنهم رمضان ونضاف قلت لما لا نختارهم الفرصة وندسهم وهو هكا نضاف كنت جبت هادو اللي كنت شوفوا فيهم يعني هما دي بطورت مانجي ولا تعال العولة بكبيرة هكا بلاستيكية يتبلعو كنت دست فيهم حواج لي ما غادش نحتاجهم بالنسبة لي هاد السيرفيس اللي فيه الهجو نوع يعني جاي شوية وارم يعني جاي شوية دافي يعني مشتا وكوشي كنت خليت عندي واحد في التيركواز هكا جاي فريش خليته لفصل الصيف أما هادا فكنت دستي تهلي العلبة كما كنت شوفوا وغادي نبلع عليه ونديه البلاكار اللي عندي من الغادي بالنسبة كذلك السيرفيس هادا اللي عندي أنا تاع الفخار هادا ما نيش نحتاجه بزا 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 استخدمه بزا فشتا فغادي ندسه هو تاني كذلك وغادي نخبيه مدام هكا نقيو كلش المهم بالنسبة للأواني قلت لكم ترييتهم وحاولت أنني نجمحهم كلهم في عولة بهاكا وندسهم إن شاء الله باش كنحتاجهم من قاهم انقيين ومحضيين وكذلك نستغل الأماكن التحم في حويج واحدة اخرين بحولي له وبها كان كون ضربت عصفورين بحجر واحد خبيت الأواني وهي نظيفة واستغلت الأماكن التحم لأصوالح واحدة اخرين ومحكم الأواني غدفوتوا مباشرة لفقنات على التعليقات وأفضل تعليق كان من نصيب الأخت اللي قالتنا الكلام السيء يوذي حتى ولو ألبسته وشاح المزاح والكلمة الطيبة تسلي وتصر ولو كانت مجاملة حاول أن تجعل على لسانك حارسا من نفسك ينتخب ألفاظك تخير أطيب الكلمات فلقم بحسن الحديث أجرم برافو وأحقر وتعليق من نصيب الأخت اللي قالت لي الساعات وإن نحسك جيحة بالهضرة تاعك هاشا بيد الجيحة هلا غالب أغرب تعليق يخطي بركم تشكلوا عن الناس المرة الجاية ديري شكشوكا حلويات ملينا مشكيل وبعد فقرة التعليقات غدي نرجع للعمل تاعنا كما كنت شوفوا أخواتي بالنسبة للأواني الأخرى اللي كنت خبيتها أيضا هو هذك السيرفيس اللي جاي عندي في البلونوي لنا لو نهغامق ما غديش ينسب معايا في الصيف والحمان وما غديش نستخدمها فخبيتها كذلك هاد زلايف ولا الغرفة هاد الكبار تعالعراس وتعالمناسبات والعرضات وكل شي ما غديش نحتاجهم فغدي نخبيهم الوقت اللي نحتاجهم نجبدهم بالنسبة لهاد الإليمان أيضا كان هو ده الزوج تاعي حاطها لفيلرد باش نغسله هو نقلع له قاع الدوسم والدهون وغيريها كما كنت شوفوا فبديت عليه بهذاك البرودويت اللي كنت شاركتها معاكم تاع اكسيون اللي جاي مزيل الدهون ريحتها الشابة وكل شي كنت درتها بي معا شوية تاع الماء الساخن يعني ماء اللي يكون ساخن غاية وفوت عليه بالحبل هاكا نحك ونحك باش نقلع قاع حدوك الدهون الصراحة عملية الحك هذيك عجبتني هاكا كنت فرحانة وأنا نقلع في هذوك الدهون وكل شي المهم أخواتي بعد ذلك كنت نشوفته وخرجته للبالكون ينشوف غاية قبل ما نبدأ له في عملية السبغة لأنه الطيلاء اللي غادي نستخدمه ريحتها قوية ما تصلحش أنا نسبغ داخل المنزل إضافة إلى ضيق المطبخ بالنسبة للجدار كما كنت شوفو للحيط اللي كان عليه اللي ليمو صفار أخواتي معا سخانة وكلش اللون اللي صبغنا به لأنه صبغنا كوش واحدة فقط لأنه صبغة كملتنا لما اسكننا وصبغنا كملت صبغة فقدرنا للمطبخ كوش واحدة فقط فبهاتت هذيك الكوش وبدايبان اللون الأصلي اللي كان في المطبخ اللي هو جاي هاكا في الباجة كجاي بصفورية فغادي نعودون نسبغ المطبخ أيضا مرة أخرى بحول الله كيما كنت شوفو قبل عملية السبغة كنت مسحت السطح التاعي تعالبوتاجي بشي فونة شوية مبلولة وفوت عليه بالفيلم آليمونتر بهذا البلاستيك الغذائي وبهات طريقة غادي يلتصق معاكم البلاستيك الغذائي وما غاديش يطير يعني طريقة ممتازة جدا باش تسبغوا وتغلل فوق الأماكن اللي غادي تسبغوا فوقهم باش ما يتوسخوا لكم مش نفس الشي بالنسبة للسطح تاع الثلاجة فوق الثلاجة فوق البلاكارات كويزينيا كل حاجات تمسحوها بشي فونة هكا وتغطوها بالفيلم آليمونتر غادي يلتصق عليها بنتيرها تخلط في الفينيل لأنه هي اللي غادي تسبغ بالصبغة المائية غادي تفوت على المطبخ وأنا راني نسبغ في اللي ليمون باللون الأسود بطيلاء السيارات طيلاء السيارات أخواتي هو اللي نسبغ به المبلو واللي سبغت به معاكم لبلانت يعني بالنسبة للأخوات اللي كانوا يقولوا مفيدة لبلانت تاعكم مسخين غادي يفوت واحد المقطع أخواتي في الفيديو القادم وغادي نشارككم أنه الصبغة القديمة ما بغاش تتنحها بكل الطرق فكان الحل الوحيد أني نسبغها باللون الأسود واستخدمت هذا طيلاء السيارات باللون الأسود درها 8.65 بالنسبة للكيلو جرام الواحد أنا جبت هذه العلبة 10 كيلو كما راكم تشوفوا كنت سبغت بها لليمون بهذه الطريقة الحاجة اللي مش مليحة فيها قلت لكم هي ريحة هالقوية فما تصلحش عنكم تسبغوا في أماكن مغلقة أما الحاجة اللي مليحة فيها أخواتي فهي تكوفري ما شاء الله يعني تغطي الله يبارك حتى وراني دير اللون الأبيض لكن ما شاء الله غطاته تماما هنا فقط أني ندير تبطي هكذا الفيديو باش تشوفوا أبعا يا أخواتي أنه أنا ندير فقط بانسو ما نشي معا مراه أخواتي لكن لما نعود ندير للكوش الزوجة غادي تشوفوا باللي تكوفري ما شاء الله الحاجة الثانية فيها أخواتي اللي مليحة هي أنها فيها لمعة رائعة جدا يبقى يلمع ذاك اللون الأسود والحاجة المميزة أكتر وأكتر أنها تنشف بسرعة أخواتي في خمس دقائق تلقوا هذا الصبغة تاعكم من الشفت فلهذا ننصحكم أخواتي أنكم تعاملوا بسرعة المهم كان هذا هو بنسبة للصبغة كذلك كنت فدت على البيبان تاع البالكون اللي كانوا في الأصل ما كاش والزوج تاعي كان ندبر واحدين ميناء الخردوات كان أصلحهم وركبهم كما كنت شوفوا درنالهم الزداج وكل شيء وأنا حول الله سنحقهم ونسبغهم أخيراً ولي عندي باب يتبلع وبزداج وكل شيء ولونها أسود مهم أخواتي كان هذا الباب ما كاش في الأصل كانوا فقط البرسيانات والزوج تعيي لقى هذا الباب يتقايس فيه الخردوات فجابه سقماه يخدم له هذو كل العبسات اللي يركبوا به وسقماه وركبه لنا لكن للأسف ما كانش فيه الزداج من بعدها خدمنا له الزداج وذكحها الوقت باش نصبغه كما شفتوا كل حاجة في وقتها وكل حاجة في وقتها من الإحان المهم كل هذا بمجهوداتنا الخاصة المهم كان بنتي ما شاء الله هي اللي سبغت لي المطبخ كما كنت شوفوا لونه ولا ناصع وكان كان هذا كل شي بنسبة الفيديو اليوم قوى لخير كون شوفوا البقعة اللي كانت البقعة من شلوه المونه أي ما زال بقعة من دعاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر